السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات اعملين ايه? يارب يكونوا بخير. النهاردة الفيديو هيكون عن او عطور البنفسج. حاولت تدور كده على النوتة اللي ممكن تكون محلوة اليومين دول قوي. وفعلا ريحتها كده مختلفة ومميزة. وتخلي اللي ما يحبهاش يحبها. ما لقيتش اكتر من ريحة البنفسج. ريحة البنفسج اليومين دول مختلفة جدا. ومميزة وحلوة. واي عطر حتى من العطور اللي كنت بديه منها شوية في البنفسج. محلوة الفترة دي. هتعالوا اكلمكم على اكتر عطور. حسيت ان النجم فيها او الواخ دور البطولة هو نوتة البنفسج. عندي عطور تانية كتير فيها بنفسج. وممكن تكون بتلعب دور ثانوي او موجودة في العطر بشكل يخدمه. ولكن مش مميزة اوي او مش واضحة اوي او ممكن اللي ما بيحبهاش يحبها. لكن في العطور دي انت محتاجة تكون يبتحب يريح تربع نفسك. او العطر هو وده من الف وتسعمائر وعشرين. ده عمره دلوقتي تلاتين سنة. نستالجيا خالص. اي حد هيشمه ويحس ان هو خلاص بقى رجع بالزمن لكزا سنة وراء. وبيشم بقى جديته. بيشم اه عميته. بيشم اخته كبيرة. بيشم امامته. في وقت كده في التسعينيات انتشر العطر ده جدا. وابتدى ان هو تقريبا كل الناس كانوا بيدور بعض وقت ما هو نزل كان حدس يعني. العطر ده بيبدأ بالخوخ والمشمش والفريزيا والتوت الاسود او الكشمش الاسود. والقلب بتاعه عبارة عن بنفسج ورود وزنبك وادي ويالن يالن يعني من الاخر. القلب بتاعه عبارة عن مجموعة من الزهور الصفرة والبيضة والبنفسج والوردية كمان. والقعد عبارة عن خشب وفانيليا ومسك. كنت دايما بوصفه بانه بودرة بنفسج مسكرة. ولكن الحقيقة انا جربت فعلا العطر اللي تقال عليه بودرة بنفسج مسكرة. وبالتالي انا شفت قد ايه العطر ده بالنسبة له متوازن. يعني انت حتى لو ما بتحبيش ريحة السويت قوي هتحب العطر ده. لان العطر ده فيه نوتة الزهرية والمسكية واضحة. كانت بتشمي ريحة صابونية بنفسج وردية زهرية. معزز الريحة الصابونية دي او الريحة النستالجيا اللي فيه دي وجود الخوخ. انتوا عارفين ان الخوخ بيدي احساس شوية قديم للعطور. مع ريحة الكشمش الاسودة الميديالوبة ودرية وريحة البنفسج كمان. مع ريحة الزهور. كوكتيل الزهور النام اللي فيه اي حد هيشم العطر ده. هيعد بايفتكر الحاجات الحلوية. هيفتكر مثلا رومانس من الرصاصي. هيفتكر كمان عطر قدين جدا من ديور. كان لونه اغدر كده. نفس اللاين بتاعي ابنوتك والحاجات دي مش فاكر اسمه دلوقتي. بس هو كان لونه اغدر. هو شبه رومانس جدا وده. يعني هم هتجين كلهم شبه بعض. اللي هو الحتة اللي فيها الزهور البودرية. الصابونية. المسكية. اللي فيها الاحساس الناعم الانسوي. وفي نفس الوقت فيها الاحساس الفرش الصباحي. وفي نفس الوقت فيها التسويت. فهي عطور معتدلة. وفي نفس الوقت فيها احساس الاصالة ده. الاحساس اللي بيديك ذكريات حلوة. وبييرجعك للماضي. بعدين نروح ل من اجمل. والعطرة ده من العطور اللي ما شفتش اي ريفيو عنه ولا واحد عنه. العطرة ده فيه وفيه 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 كده من الروايح اللي تحسي وانت بتشمي عن انت بتشمي ريحة الهند فعلا. اول ما بترشيه بيخرج قدامك بدفع قوية من ريحة القرنفر ومسك الروم والباتشولي بتحسي ان دفعة قوية جدا فواحة قوي وصبايسي قوي حراءة كده تحس ان في حاجة حارة في الجو. وبعدين بيبتدي العطر يبرد. واول ما بيبتدي يبرد بتشمي ريحة الكشمش الاسود اللي بيدي له احساس مسكر وبودري مع ريحة الخوخ والبنفسج والياسمين. معاهم كل ده ريحة المسك. المسك هنا بيدي العطر زيادة في البودرية وحتى كده شرقي معرفش مش حاسة بنضافة هنا في المسك او مسك كلين قد ما هو مسك شرقي. كمان بيبتدي العطر يتحول فجأة لريحة كأنك بتشمي ريحة بخور. عارفين لما تكوني بتشمي ريحة دخان البنفسج كأنك بتحرقي ورق بنفسج. فبيبتدي العطر يطلع منه ريحة دخانية خفيفة اوي ممزوجة بريحة البنفسج النعمة المسكرة الزهرية اللي فيها الحتة النعومة بتاعت القنوسة دي يعني. فبتحس العطر بجد غريب يعني في الاول انا قلت لا ده ذكوري. بعدين العطر بيبتدي يتحول بيبقى قنسوي شرقي اوي. فاعتقد الناس اللي عتحب العطر ده هي الناس اللي بتميل للازواء اللي فيها كتيرة. والعطر اللي فيها آآ ريحة قوية. فالعطر في الاخر بتلاقيه بينتهي بنعومة. تحسي كده ان هو خد الصدمة في الاول. وبعدين بيبدأ بقى يهدى خالص ويبتدي نوابها يعني يمشي بشكل ناعم جدا. الغريبا ان العطر ده فوحانه قوي قوي. ولكن ريحة الهدوء بتاعته على قد ما هي نعمة لديها مش سبتة. يعني تحس انت مش شمها من كتر ما هي بتقلب على احساس بودري. يعني بشكل ناعم اوي او بشكل ام انسوي اوي. وفي بقى الاحساس الدقاني ده. فتحسك انك مسلا شمتي نسمك اللي هو لازم مسلا تبقي في جو فيه هوا وتبقي في مكان فيه طيار هوا عشان يبدل يروح وييجي. فتحس ان انت قادرة تشمي نسمك البنفسج الحلوة اللي موجودة هنا. ورغم ان العطر ده اسمه انا حبيت احطه لكم النهاردة في عطور الفايلوت عشان الفايلوت هنا او البنفسج هنا داخل بشكل مختلف تماما عن كل مرة. ممكن تكون شمتي فيها بنفسج. البنفسج هنا جاي بشكل دخاني. جاي بشكل شرقي. جاي بشكل ناعم لحد ما ولكنه قوي. فالعطر هنا بيوريكي صورة البنفسج بشكل مختلف شوية او مخلي شوية عطر خرج من اطار ان هو عطر ناعم قوي او نوتا بتخش بهدوء وبسلاسة الى نوتا ممكن تكون قوية وممكن تكون نوتا شارسة كده. ومتغيرة تماما يعني هنا هو لعب البنفسج بشكل خلاه مختلف خالص. ممكن انت لو مش عارف ان هو في بنفسج ما تلاحظيش وجود البنفسج فيه الا في الدرائد او. بعد كده لرايب ولازم طالما هتكلم عن البنفسج اسكر لرايب. العطر ده عبارة عن بنفسج مطحون محطوط جوه بطل وعليهم سكر بودرة ناعم كتير جدا. ورج رج رج طلعي العطر ده. هو ده بالنسبة لي عطر لرايب. عبارة عن بودرة سكر بالبنفسج. ريحته عبارة عن ظهور وسويت وبودرة فقط. لا غير هو ده اللي انا شاميه. اعتقد ان ريحة الفانيليا مساعدة هنا ريحة السكر اللي انا شاميه هزي. ولكن العطر ده العشاء السكر البودرة. عارفين الناس اللي بتحب ريحة السويت اللي جاي من السكر? على فكرة السويت انواع او ريحة الاحساس السكري في العطور انواع. في حاجات بتبقى بتاعتها جاية من الفكهة. يعني مثلا فيه توت. فانت حسب ريحة التوت. حسب ريحة الفراولة. السكرية اللي جاية جاية من الفكهة نفسها. وفي عنواع من العطور بيبقى فيها فواكه برضو. بس السكرية او مصدر السكرية اللي موجود هنا جاي من ريحة سكر. سكر صريح. هنا العطر ده كده زي ريحة المارشميلو كده. فتحس ان انت شايفة السكر البودرة مرشوش على البنفسج. مرشوش على بودرة البنفسج. فبصراحة ريحته عبارة عن بودرية صرف. الناس اللي بتحب ريحة السكر وريحة بودرة السكر وريحة المارشميلو هيعجبها العطر ده جدا. الناس اللي عايزة من الاخر ريحة بنفسج مسكرة قوي 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 لدرجة عالية بشكل سكري هيعجبها العطر ده جدا. لا بشكل سربي ولا بشكل صبوني ولا اي حاجة من الكلام ده. هو ريحته عبارة عن بودرة سكر. ومش قادر اقول حاجة سباته وفوحانه انه هم جمدين جدا. بصراحة جمدين جدا. سباته قوي جدا رشة واحدة. هتغطي على اي عطر تاني انت خطه جنبه. والغريبة بقى ان العطر ده من اصداف. يعني سعره لا يتعدى الخمسمائة جنيه. كمان العطر ده سهل جدا تدخليه في عطور تانية. مسلا لو حابت زوادي نوتة مسكرة او نوتة البنفسج. بعدين بقى العطر اللي ما فيش حد تكلم عنه قبل كده وهو اسمه السوبرانيسما تقريبا. هو مفروض اتاليانو فانا مش عارف انا بنتق صحة ولا لأ. ولكن العطر ده انا كلمتكم عنه وبكده في المفاصل. العطر ده عبارة عن ريحة البنفسج ممزوجة بريحة بودرية ممزوجة بريحة جل. وفيه كمان فلفل وردي. العطر ده ريحته قوية جدا صابونية جدا. بيبدأ بالبرجمت والفلفل الوردي والخوخ والياسمين وزهر البرتقال والقلب بتاعه عبارة عن زهرة البرتقال برضو وورد ابيض وبنفسج والراتنجات. والقاعدة بتاعته عبارة عن ارفة ومسك وايرس وجلد. الحقيقة اكتر حاجة بشماها في العطر ده هو نوتة الجلد الظهرة جدا مع نوتة البنفسج اللي بيده العطر احساس صابوني زهري جلدي جدا. فيه ريحة قوية هنا والعطر هنا ما اقدرش اغفر ابدا ان ريحة الجلد بتاعه فيها حتة مسكولا او حتة انيمالك كده يعني حيوانية شوية. فيه ناس شبهته وقالت انه هو دوب لف كلوي من آآ من شركة كلوي. ولكن الحقيقة انا ما قارنتهمش جنب بعض. وان كان انا عندي آآ يقين ان كلوي ما فيهاش ريحة الجلد قوية قوي كده زي العطر ده. العطر ده آآ ريحة الجلد فيه واضحة جدا ومخلال بنفسج هنا جاي بشكل خاشن لحد ما. ولكن لما بعمله مزج مع اي عطر سويت يعني مثلا ده لو عملت له مزج مع عطر زي اللي فات اللي هو الارايب هيبقى عطر خطير وجميل جدا وهيجيب لك اطرق. مرة جربت عمله آآ ميكس كده مع سكندال. وعايز اقول لكم ان النتيجة اللي طلعت منه كانت مبهرة لدرجة ان انا المكان اللي كنت رفشوفي فضل قاعد فيه طول اليوم. وكل ما حد يخش المكان ده كان بيسألني انت رش ايه في البيت. ومن ساعتها انا اعتمدت الحركة دي في ان انا استخدمه هو رحته قوية جدا وسابط جدا. فبصراحة يعني بينفع ان انا استخدمه في المنسبة ازاي كده. بعدين بقى وده من العطور اللي برضو ما بشوفش ناس كتير بتتكلم عنها. والحقيقة العطر ده ما كانش من العطور الموفقة بالنسبة لي. واللي خلاني احطه لكم نهاردة في الفيديو هو ان العطر ده اللي بنفسج فيه رغم ان هو مش مسكور بشكل قوي في المكونات الا ان انت بتشميه فيه. والاهم بقى ان هو جاي هنا بشكل مختلف برضو. البنفسجي هنا مغير جلده قوي. بتحس ان العطر هنا رحته عبارة عن ريحة بودرية بس ممزوجة بزهور. يعني هي بودرية زهور ولكن زهور جفة شوية من وجود الجلد اللي موجود فيها. ريحة الورد والزهور فيه قوية جدا. فيه كمان ريحة بارالين وفيه بانيليا بس انا ما بشمهمش هنا خالص. انا بشم البتشولي اكتر معها ريحة الورد وريحة البنفسج. دول اكتر حاجة بشمها ببحس ان العطر ده فيه احساس صابوني بودري شوية بس بشكل صابوني. مش بودرية ميكوب ومش بودرية اطفال هي بودرية صابونية تحس ان انتي بتشمي ريحة حاجة آآ نظيفة. وفي نفس الوقت معاها احساس الجلد ده واضح واحساس البتشولي قوي برضو. كأنك بالزبط معاكي شنطة جلد جديدة ووقع فيها شوية بودرة من البودرة القديمة دي اللي هي راحتها معطقة شوية. هتحسي ان العطر ده شبهها كده. بس مش كل الناس هيحبوا ريحة الجلد الصناعي القوية اللي موجودة هنا. بحسوا دايما النسخة الانثوية من ديور اون برفام اللي هو فكرة الايرس مع فكرة الجلد بس ده بشكل ذكوري ده بشكل الانثوية. بنتكلم عن الفايلوت يبقى لازم نتكلم عن انسلونس. انسلونس معروفة هي ملكة الفايلوت. ريحتها عبارة عن ريحة توت وبنفسج وريحة بودرية شبه الميكب قوي. وفيها حتة صبوني كده خفيفة. هو ده ريحة انسلونس باختصار. هتحسي معاه بقنوصة طغية. تحسيه كده عطر من عطور الفنانات الزمانة. يعني تحسيه مسلا ده ليه على فتن حمامة قوي. هو عطر كده ناعم جدا وهادي قوي. وريحة البنفسج فيه لازم تكوني بتحبيها عشان تقدري تفهميها. لان في ناس بترتبط معها ريحة البنفسج عموما يعني بريحة المعترات اللي بالبنفسج. لأ ريحة البنفسج هنا مسكرة قوي. والسكرية جاية من التوت هنا مش جاية من بودرة زي ريحة لرايب. لأ سكرية البنفسج جاية من ريحة التوت اللي بيدي العطر احساس بيشبه ريحة الميكب او الروج كده اللي بريحة البنفسج. فطبعا لو بتحبي العطور البودرية لو بتحبي ريحة الميكب وخاصة ريحة البنفسج. اكيد اكيد هقولك لازم تكرر بالعطر ده. وعلى فكرة هو موزون ما بين السكرية والزهرية والبودرية. اما بقى ديفاين من هو عطر البنفسج ولكن بشكل مختلف خالص هو رايح بقى على نحية المائية. العطر ده بياخدج بقى على ريحة البنفسج في الصيف. ريحة البنفسج لما تندمج معها روايح المية وروايح الصابون وروايح الاحساس الشواري ده. نعمة جدا. عطر كده بيديك الاحساس المائي الفراش الاخضر. اللي فيه نوتات خضرة واضحة جدا وهي جاية من نوتة الخيزران اللي موجودة فيه مع آآ زنابق الماء اللي موجودة برضو فيه واللبلاب والكيوي. فالعطر فيه حتة حمضية جاية من الفواكه الحمضية زي الكيوي اللي موجودة فيه. ومائية من ظهور الظنابق اللي موجودة فيه. وكمان فيه الاحساس الظهري عالي او فلاوري عالي. فهتحس ان انت شم مجموع الظهور كده عيمة على وش المياه ومعيها ورق اخضر ومعيهم كمان البنفسج اللي محلي الحياة كلها. الحقيقة انا اول مرة شميت العطر ده فيها ما شميتش رحت البنفسج. اول حاجة لقطاه هي ريحة مياه معدنية كده شوية فيه الاحساس المعدني ده. فحسيت ان انا شميت العطر ده قبل كده. والحقيقة انا شميته فعلا هو في جوسي كوتور بتاعت اول اصدار من جوسي كوتور. انا شميت العطر ده فيه. بصراحة اول مرة شميته فيه قلت لأ انا عارفة العطر لأ لأ رحته زهرية قوي لأ مش حباه. بعدين لما جربته اكتر من مرة ابتديت الاحظ ريحة البنفسج قد ايه موجودة هنا بشكل مائي ونعمة. فبتبان بقى امتى لما الهوى كده يجي عليكي كده. ونعمة وجمال البنفسج بيبان كمان لما سكرية البنقوق بتبطيتي تظهر في العطر ده. فبصراحة العطر ده من احلى العطور اللي هو ضفت نوتة البنفسج بشكل مائي خفيف فرش. ينفع كده ان هو يتحط في الصيف وفي الصباح كده. منعش وصابوني وفيه احساس النظيف ده. وفي نفس الوقت هو خفيف يعني تحسي كده للشوارات والبسين والبحر والحاجات اللي هي كلها ليه علاقة بالمياه. طبعا عند اصدار البرفام في منه بس مش عارفة يسا بينزل ولا لأ. بعدين بقى برضو من قرف لم وهو العطرين دول من الفولار. العطرين المفروض ان هم فيهم بنفسج ولكن انا بفضل واحد عن واحد وانا اتطلعوه من الاتين مع بعض عشان اقول لكم لو لقيتوهم جيبوا واحد ومتجيبوش التاني. اول واحد هو اللي هو المفروض ان هو بديل لي بتاعت لانكم بس اتسيبوكم من الكلام ده احنا خلينا في بتاعتنا حبيبتنا وهي انا بصراحة بحب جدا ومش بس بحبها انا بحترمها لانها عطر ناعم بشكل يا بنات مش معقول قد ايه انا حبيت نوتة الورود هنا. نوتة البنفسج النعمة البودرية اللي بتديكي احساس شيك ورقيق وفعلا فيه رحة الميكوب عالية. العطر ده لو هقرنه بانسولنس ده احلى من انسولنس. وانا قد كلامي. العطر ده انا كنت بحطه دايما مع البودر بتاعت اللي هي بتاعت الورود خطير خطير مع بعض. قد ايه رحتك بودرية ونعمة وانوسة وريحة الجراس روز دي جميلة جميلة وريحة ورق البنفسج هنا مش منطقية. انا حبيت ورق البنفسج يمكن اكتر من ريحة البنفسج نفسه. فريحة ورق البنفسج هنا بتديكي بقى الاحساس البودري الصحيح بتاع البنفسج اللي من غير ما يحسسك انك بتشمي ريحة معطرات او ريحة شي بورقيصة. بعد كده احلى حاجة عملتها رير وهي رير. اما ست سايزة اقول لكم ان العطر ده بالنسبة لي هو بيديني نفس الاحساس ونفس الشعور ونفس الاحساس الاليجنت اللي بحسه مع ميسك نوار من نارسيسو. مش نفس الريحة ولكن نفس الاحساس. عبارة عن ريحة بنفسج ممزوجة مع ريحة برقوق وريحة ميسك وخشب صندل. العطر ده بجد ريحته على قدم هي مسكية بس مش قلبة صبوني. لا هي تحسي مسكية بشكل نظيف بشكل كلين بشكل الاليجنت. وفي نفس الوقت بشكل عملي مكتبي. ومعها بقى ريحة البنفسج هنا معتدلة جدا ومديه الاحساس الفلاوري الزهري الاليجنت برضو الشيك. وبرضو مديها حتة شوية احساس ميكوبي كده. ومعها ريحة البرقوق اللي مخليها العطر سيربي. وفي نفس الوقت هو عطر عميق كده وليه مغزى. بعد كده جدش جالتي. والعطر ده انا بحسه بيشبه كتير الفايبز اللي بيديها. العطر ده عبارة عن ريحة برضو بنفسج ولكن بشكل مسكي قوي. بشكل فواح قوي وبشكل صبوني جدا. وسوف تقولكم في فيديو كامل لوحده. مش هكتر كلام عنه ولكن ده من احلى عطور الفايلوت اللي ممكن تجربيها. لو بتحبي العطور الفايلوت تكون بشكل كليم. العطر ده في الجانب الصبوني عالي. بيديك الفايب بتاع الكلينجر لكده. وفي نفس الوقت فيه حتة فلاوري. وفيه الاحساس السويت اللي كلنا بنحبه. والسويتنس اللي موجودة فيه برضو جاية من ريحة التوت. مش جاية من ريحة سكرية او كده لأ. تحس ريحة الفاكهة اللي فيها اللي مسكراه. فبالتالي العطر ده ريحة السكرية اللي فيه لذيذة قوي مش جزعة ومش اوفر. والبودرية اللي موجودة فيه من البرافسج ومن الاحساس الكلين. مش من الاحساس السكري او ريحة المرشمات زي مثلا لرايب والحاجات دي لا هو الناس اللي حبت ريجينز اعتقد هتحب العطر ده لانه يعتبر هو الحداثة بتاعت ريجينز فلو حستي ان ريجينز ريحته شوية قديمة او ريحت بقى جدات والحاجات دي فجدش جالتي لوف ادشان هاديك الاحساس الشبابي المعاصر اكتر اللي يقدر يحط ريحت البنفسك بشكل كلين وصابوني وبرضو فيه الالجانس الموجودة في التاني ولكن بشكل مناسب اكتر لسنك والعصرك والقوانك والمجتمع اللي حواليكي وكمان للناس وزقهم وهل يعقل اتكلم على البرفسك وما جيبش سيرة فلاور بايكنزو الحقيقة انا معينش البطل اللي هي الاصلية اللي هي فلاور بايكنزو او الاصدار ولكن معايا فلاور بايكنزو الاجتر فاري حبيت اطلع لكم الاصدار الاحلى من فلاور بايكنزو العطر ده لاي واحدة بتدور عريحة الميكوب بشكل فلاوري وبشكل مسكي مسكر بسيط وفي نفس الوقت فيه حتة جرمد وهيديك الفايب الانسوي الرائع عارفة لو حد جاي يتقدم لك عارفة الاحساس ده انتي حطة ميكوب وحد جايلك بقى وجايب معه ورد وتشوكولات فتخيلي بقى الفايب بصوا هو اندماج لروايح الورد البنك النعم مع ريحة الشوكولاتة مع ريحة البودرة والروج وانواع الميكوب الفاخرة اللي انتي حطها هو العطر ده بالنسبة لي كده انا بحس معاه بنعومة رهيبة وبحس ان اي واحدة بتدور ع ريحة البودرة بتاعت الميكوب معها شوية زهرية او مع الاحساس الوردي ده لازم تروح للعطر ده مع كمان ريحة المسك ولكن انا لازم اتكلم عن اول اصدار وهو فلاور بايكنزو فاعتبروا ده ما وجود هنا بالنيابة عنه فاتعالوا بقى نوصف فلاور بايكنزو الأوريجينال هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بودرة ورد بلغاري مع بودرة بنفسج مع بودرة مسك هو عبارة عن بودرة ميكوب مخلوطة بودرة اطفال بشوية ظهور كده وشوية فواجه خفيفة اللي هي زي الكشمش الاسود واليوسفي ومعهم كمان ريحة المسك اللي ميديه له احساس نظافة وريحة بخور بصراحة ما بشمهاش قوي ولكن هي ميديه العطر شوية تقلف ريحة البودرة نفس فكرة من ايهون الاحساس اللي هي الورد مع المسك المدخن شوية او المسك الشرقي اللي ميديه بودرية تحسيها شرقية شوية ولكن محدش يتخيل مجرد تخيل ان صفت معسك من ايهون بتشبه ريحة كينزو فلاور من كينزو ابدا مختلفين تماما مختلفين تماما تماما انا بس بوريكو او بحاول اقرب لكم فكرة ريحة البودرية اللي فيها احساس شرقي او مدخن شوية كمان فلاور با كينزو فيها قوة في الفواحان والثبات هو بس الالكزر عشان فيه حاجات جورماند وكده ريحته نعمة وهدية وشوية مش فواح ولكن ثابت وبجد مع طيار الهواء ريحته بتبقى خطيرة فلو انت نفسك فاطر ريحته تجسدلك كده حالة راية فاطحة مثلا والخطوبة وفيها ريحة بودر وريحة ميكاب وريحة شوكلت وريحة ورد حياة جديدة فانصحك ب فلاور با كينزو الالكزر وبس كده منات هو ده كان الفيديو يارب يكون عجبكو ويكون اوطور الاسبوع اللي بريحت البنافسك عجبتكو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتكتبوا لي لو جربتوا حاجة من الحاجات دي ومعليش عذروني على صوتي انا عارفة انه هو متغير وفي منات كتابوا لي على الفيديو اللي فات ان صوتي متغير بس والله يدور البرد ومش تايب حد في حاله فدعواتكم بالشفاء العاجل وان شاء الله اشوفكم تاني فيديو جديد بدي روحت احلى مع السلامة